ودلوقتي جمعتنا مع الأخبار اللي حتحصل أو الأحداث اللي حتحصل النهاردة ومنها إنه حيكون فيه كسوف جزئي للشمس حيبتدي من الساعة 10.58 دقيقة و10 ثواني تقريباً وحينتهي الساعة 23.28 ثواني تقريباً وكمان النهاردة حتبتدي اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد وحيوقد فيه القاهرة الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز وأحداث تانية حنعرفها في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهتشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس وده بالتزامن مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية المعهد القومي للبحوث الفلكية قال إن كسوف الشمس هيبدأ الساعة 10.58 دقيقة أو 10 ثواني تقريباً ككسوف شبه ظلي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة وهينتهي الساعة 3 ودقيقتين وتمن ثواني النهاردة هيتم عقد الاجتماع 24 لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي برئاسة المهندس طارئ المولة وزير البترول وده بعد انتهاء اجتماعات المجلس التنفيذي للمنتدى بحضور ممثل الدول الأعضاء خلال اليومين اللي فاتوا النهاردة هتنطلق الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل 14 ألف وظيفة معلم مساعد بمركز تقييم القدرات والمسابقات النهاردة هتنظم الوكالة الفرنسية للتنمية حلقة نقاشية تحت عنوان مشاركة المرأة في مواجهة الآثار المناخية كجزء من سلسلة لقاءات الطريق لقمة المناخ واللي بتتم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مبارتين في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة هيلتقي الساعة خمسة سموحة مع البنك الأهلي والساعة سبعة هيلتقي طلائع الجيش مع أمفي لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع ثمن مباريات قوية في إطار الجولة الخمسة من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أوروبا من أهمها لقاء منشستر سيتي الإنجليزي مع بروسيا دورتموند الألماني الساعة 9 بالليل في نفس التوقيت هيلتقي كل من ريال مدريد الأسباني مع لبزيج الألماني ويوفانتس الإيطالي مع بانفيكال بورتغالي